تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات بونجاح خضع للفحوص الطبية اللازمة ولم يظهر وجود اي امر مثير للقلق ولم يشارك بغداد بونجاح سوى لشوط واحد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب المصري هدف كل شبكة يوم امس في الجولة الثالثة والاخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كاس العرب اوضح الاتحاد الجزائري ان بونجاح سيخضع للمتابعة من قبل الجهاز الطبي سيعود الى التدريبات وقت ما يكون مستعدا لذلك من دون تأكيد من جهتها على جهزيته لخوض الديربي ضد المغرب يوم السبت المقبل في ربع نهاء العرس العربية قريا هذه المرة كشفت تقارير صحفيا الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رفض تأجيل مباراة الكأس الممتازة السوبر بين الرجال البيضوي والاهلي المصري لتبقى المباراة في موعدها وهو يوم 22 دجمبر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة كان الفريق الاخضر قد تقدم في وقت سابق بطلب رسمي للكاف من اجل تأجيل مباراة كأس السوبر الافريقية موضح ان الاسباب المتعلقة بهذا طلب وهي اولا تواجد مجموعة من لعبه في قطر للمشاركة مع المنتخب المغربي الرديف في البطولة العربية والتي تنتهي للاشرارة في 18 دجمبر مما يتعذر بحسب بلاغ الرجاء التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق اضافة الى صعوبات السفر بالنظر لوضعية المجال الجوي بالمغرب حاليا من كرة القدم لعوالم كرة اليد الافريقية حيث قيمت اليوم بابي جون قرعة بطولة كأس الامم الافريقية لكرة اليد والمقرر قامتها بين 13 و23 يناير المقبل بمدينتي العيون وقليميم المغربيتين القرعة وضعت المغرب البلد المنظم في المجموعة الثانية الى جانب انجولا نيجيريا كينيا في حين اصفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر حامل لقاب النسخة الاخيرة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون اما المنتخب التونسي الاكثر تتويجا بالكاس القرية فنجده في المجموعة الثالثة مع كل من الرأس الاخضر وغينيا والسنغال عن قرعة المغرب وتواجده في المجموعة الثانية والخصوم المرتقبين نستمع في هذا الاطار لنردين البحديوي مدرب المنتخب المغربي لكرة اليد قرعة صعبة لان الان كل الفرق كتوجد نهائية الامم الافريقية بالنسبة لنا العائف الوحيد هو طروف دي الاستعدادات لان الكل كيعرف مع الاغلاق دي المنهى الجوي ودي التلقل فصعبة لنفذ الآوي للأخي نفذ الشباقير اننا نجمع المنتخب بكامله ولكن الان الان تمرنوا بدل انتخلوا مع اسكار بدل اللعبين لكي مرصوا في فرنسا لان عن التنقل ولكن هي القرعة في حدتها هي قرعة صعبة لان كل مجموعاتهم مصابين اللي لازمنا نسلوح الصوبة عيوننا من قسم القيمة دي الاي منتخب وهناك المجموعة دي المغرب اللي فيها نيجيريا لاننا نيجيريا قوية كينيا فريق مصواضع وهناك فريق انغولا نور الدين البحديوي مدرب المنتخب المغربي لكرة اليد نشير الى ان اسود اليد في ابرز انجاز لهم في الكأس القرية كان في العام 2006 انذاك حققوا الميدالية البرونزية نسيل رحلتنا في القارة العجوز من دور ابطال اوروبا لكرة القدم الجولة الاخيرة من دور المجموعات قمة القمم تضع برشلونة امام المضيف باير ميونيخ في المجموعة الخامسة البلوغرانة امام محك صعب لتفادي شبح الاقصاء المبكر والرحيل الى الدور الاوروبي شافير رانديس يرتدي اذا ثوب المنقذ في اقوى اختبار هذا الموسم اذ يتعين عليه رفقة مجموعتها الفوز على الباير من اجل المرور وهو شيء لم ينجح فيه على مدار اخر خمس زيارات الى ميونيخ التي كانت حصيلتها ثلاث هزائم وتعادلين اما في حال لم يتمكن البلوغرانة من التغلب على منافسه فسيدطر الانتظار معجزة اخرى تتمثل في عدم تغلب بنفيكا في ملعب النور او تعادله مع دينامو كيفا الاوكراني لم يغادر برشلون دور الابطال من دور المجموعات منذ موسم 2000-2001 حين حل ثالثا في مجموعة كانت تضم انذاك الى جواره ميلان وليدز وبشكتاشا ويدخل العملاق البافري من جهة هذا اللقاء وهو في صدارة المجموعة بلا منافسة في المجموعة السابعة لا شيح حسيم حيث تتحدد مساء يوم هوية الفريقين المؤهلين الى الثمن فالفسبورغ الالماني يستقبل المتصدر ليلى الفرنسي بحتمية الفوز لضمان تهل في حين يعبر الفريق الفرنسي تجنب الخسارة امام مصطدفه الالمانية وفي مبارة اخرى في المجموعة ذاتها يستقبل سالسبورغ نمسوي نظيره اشبيليا الاسبانية حيث يكفي التعادل امام الفريق الاندلسي لضمان تهل بينما سيكون على رفاق ياسين بونو مجبرين على الفوز على مصطدفهم سالسبورغ لتحقيق التهل وسيكون ملعب اتالنتا مسرحا لمواجه حاسمة بين اتالنتا وفياريال وذلك من اجل انتزاع البطاقة الثانية لتهل الى الدورة التالية عن المجموعة السادسة فريق جاسبيريني مطالب بالفوز لضمان تهل بينما يحتاج فريق امري الى التعادل فقط البقاء في اغلى المنافسات الاوروبية كل هذه المباريات تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المغربية نختم بالتنس حيث ادرج اسم السربي نوفاك جيوكوفيتش المصنف الاول عالميا ضمن لايحة المشاركين في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب اولى بطولات الجرونشليم للعام المقبل فيما خلت اللايحة من اسم الامريكية المخضرمة سيرينا ويليامز وحامت الشكوك حول مشاركة السربية في بطولة استراليا التي تنطلق شهر يناير المقبل عقب رفض الافصاح اما اذا كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه في حين ستغيب سيرينا ويليامز لانها اكدت بانها لا تشعر بانها بافضل احوالها من الناحية البدنية بهذا مستمع الكرام نضع نقطة نهاية عدد اليوم